أنه لا أتفق جملة وتفصيلا مع ما تفضلت فيه ضيفتك الكريمة الأنثى في هذه الحالة بكل بساطة هي الأضعف وليست صاحبة السلطة ولا القوة في هذه المعادلة في كل المجتمعات العالم وليس فقط في العالم العربي ولكنها للأسف بأضعاف مضاعفة في عالمنا العربي الإناث تبقى هي الحلقة الأضعف في أي مواجهة مع الذكر أو المجتمع ككل ليس فقط الذكر لأنه من الممكن أن تعنف كما تفضلت ضيفتك قبل قليل بأن تعتقد بلحظة ما أنها هي صاحبة القوة متساوية مع الرجل أو أنها شريكة في عملية التحرش أو حتى الاقتصاب أو أي عنف يمارس اتجاه النساء والفتيات فيه في كل العالم يجب أن نصدق الناجيات نعم بكل تأكيد وهناك قانون يحمي ويجب أن يحمي ويكون يقدم ضمانات لحماية الإناث بشكل أساسي ومباشر في قضايا حساسة اجتماعيا في مجتمعاتنا العربية مثل هذه القضايا يعني إيقاف الفاعل في هذه الحالة ليس فقط للفرد نفسه ليس فقط للأنثى وإنما أيضا لمنعه من تكرار مثل هذا الفعل مع أخريات يعني تحمي نفسها في المقام الأول أن تقوم بضمان حماية نفسها وعدم تكرار هذا الفعل مع فتيات أخريات في مجتمعها أو في أي مجتمع آخر